بدأت الحكومة صرف السلع التمويني عن شهر ديسمبر متضمنة السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز وغيرها يأتي ذلك ضمن مجهودات الدولة لدعم الفئة الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعمل حكومة على ضخ السلع الغذائية بكمية كبيرة في جميع المجمعات الاستهلاكية التي تصل إلى 1300 مجمع على مستوى الجمهورية وذلك في الأول من كل شهر حتى 30 من الشهر نفسه وبداية من الساعة التاسع صباحا حتى الخمسة مساء